ضمن حزمة البرامج الجديدة على شاشتها تطلق سكاي نيوز عربية برنامجا جديدا باسم غرفة الأخبار اعتبارا من اليوم هذا البرنامج يبث خمس مرات أسبوعيا من الأحد حتى الخميس من الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت أبوظبي ويستمر لساعتين وشكلت سكاي نيوز عربية فريق عمل لهذا البرنامج بقيادة مهند الخطيب وبمشاركة فضيل السويسي وشنتال أبي خليل ويوسف الشريف وجرير دبابد الحدث لا ينتظر يستمر ويتجسد في كل لقبة نتابع المستجدات نناقش ونحلل لتكون أول من يعرف من داخل غرفة الأخبار ينضم إلينا في الستوديو رئيس تحرير قناة سكاي نيوز عربية مصطفى السعيد أستاذ مصطفى صباح الخير صباح الخير داليا صباح الخير جرير شهادنا الإعلان الترويجي جميل جدا لو تعطينا المزيد عن البرنامج المرتقب أستاذ مصطفى الحقيقة إذا بدأنا باسم البرنامج غرفة الأخبار فهو يفرض شيئا ما يفرض أن يكون هذا البرنامج يحوي الخبر يحوي التحليل يحوي الرأي يحوي أيضا حوار وكذلك المزيد من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي كلها في برنامج واحد نحن نعرف أن الملفات السياسية هي نفسها وقد يضاف إليها خلال هذا البرنامج بعض الملفات التي لا تأتي في نشرات الأخبار الملفات السياسية معقدة وتحتاج إلى تحليل وتوضيح وهذا البرنامج سيخدم هذه الفكرة هذا البرنامج يختلف عما شاهده المشاهد العربي على مدى عقود فكنا نعرف نشرات الأخبار وكنا نعرف البرامج الحوارية أن يكون هناك ثلاثة مذيعين في برنامج واحد هذا أمر جديد هناك تصميم جديد تصميم حديث باستخدام تقنيات حديثة كل هذا يعطيك جرعة كافية من الأخبار إذا فودت شيء أثناء النهار يمكنك أن تتابع غرفة الأخبار تعرف الجديد ولربما يستطيع هذا البرنامج أن يصنع الخبر من خلال ضيوفه من خلال التحليل ومن خلال أسلوب التعامل مع الملفات السياسية وهذا يتطلب فريق عمل كبير ليس كذلك أستاذ مصطفى لو تحدثنا قليلا عن فريق العمل يعني فريق العمل تم استعراضه من خلال البرومو الذي شاهدناه وفريق من خيرة الكفاءات الإعلامية لا أقولها وأنا مقابل جرير الذي انضم أيضا إلى الفريق دون أن نحرم البرنامج الصباحي منه سيبقى مع الفريق فريق غرفة الأخبار يقوده مهند الخطيب وهو معروف بخبرته الطويلة ومعه أيضا فضيلة السويسي ويوسف الشريف وشنتال أبي خليل وكما ذكرنا سيكون أيضا جرير معه ولكن لا ننسى أن هناك فريق من التحرير فريق تحريري وهناك فريق تقني وهناك فريق فني عمل على مدى أسابيع طويلة على تطوير شكل هذا البرنامج وعلى الخروج بهذا الشكل الجديد وسيقوم دوما بالإشراف على إعداده يوميا إذن المذيعين هم دائما في المقدمة ولكن هناك فريق كبير يعمل على إنتاج هذا البرنامج أنا سعيد جدا أنه أنا باقي في برنامج الصباح صراحة بطلالتنا دائما اعتدنا عليها بالمشاهدين في الصباح هذا يشمل أيضا تغيير معين آخر أستاذ مصطفى هناك حزمة من البرامج وتغييرات مقبلة على سكاي نيوز العربية من تابع سكاي نيوز العربية على مدى الأسبوع القليل الماضية شهد تغيرا في نشرات الأخبار كانت هناك نشرة رئيسية في الرابعة وفي الثامنة وفي العاشرة ومن يتابع برنامج عن قرب شهد هذا التغيير أيضا هناك سلسلة من الأفرام الوثائقية تستعرض التنوى العرقي والديني في العالم العربي تحت عنوان ألوان الطيف تنطلق هذا الأسبوع ونحن نعرف أهمية مثل هذه السلسلة في وقت تتعرض فيه ليس فقط الأقليات أيضا الأغلبية لعنف والإرهاب في أماكن كثيرة من العالم العربي كنا حريصين في سكاي نيوز عربية كما بدأت أن تكون فلسفتها التغيير ومواكبة المشهد الإعلامي العربي هناك تطورات في المشهد الإعلامي العربي وهناك تطورات في التقنيات وسكاي نيوز عربية هي ليست قناة تلفزيونية تعتمد على منصات عديدة تلفزيون، راديو، أونلاين وسائل التواصل الاجتماعي وهذه تتغير وسكاي نيوز تتغير دائما معها أو أسرع منها لتقدم نموذجا للمشاهد العربي أستاذ مصطفى هناك بعض ربما تغييرات ترأت على شاشة سكاي نيوز عربية كما تحدثت ولحظناها هناك تغييرات ستبدأ اليوم كما تحدثنا غرفة الأخبار وهناك أيضا مفاجآت ما زالت ستأتي ليس كذلك أستاذ مصطفى فيما يخص الصباح لربما هناك مفاجأة بخصوص الصباح ولكن قبل ذلك لدينا مشروع تطوير للموقع الإلكتروني لسكاي نيوز عربية وهناك أيضا برامج جديدة سيكون أحد إحداها برنامج رياضي سيتم الإعلان عنه في الأيام القليلة القادمة هذا البرنامج سيلقى إعجاب المشاهدين أنا متأكد من ذلك وما يخص الصباح هناك تغيير بالفعل ستذهبون إلى الهواء الطلق لن تكون هنا في الستوديو تتركها مفاجأة أستاذ مصطفى سأترك التفاصيل ولكن كما قلت سيكون هناك تغيير نتمنى أن يلاقي إعجاب المشاهدين ولكن قبل أن نتحدث عن هذه المشاريع كلها يجب أن نعود ونذكر الليلة الساعة الحادي عشر بتوقيت أبو ظبي برنامج غرفة الأخبار فريق يستحق المتابعة وساعتان من الأخبار تستحقاني الانتظار وهذه دعوة من خلالك أستاذ مصطفى أيضا لمشاهدين بأن يقوم بمتابعة موقع سكان نيوز عربية الذي يعرض كل ما هو الجديد وطبعا جدوى البرامج سكان نيوز عربية دائما يتواجد على موقع وتطبيق الخاص بسكان نيوز عربية على آيباد شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى أستعيد رأيس تحرير قناة سكان نيوز عربية وأنا سررت بالتواجد معكم أهلا شكرا لك